سعيا لذكر اسمها ضمن من خط القرآن الكريم كاملا بأيديهم تمارس ريناد الشريف من مدينة دورة جنوب الخليل موهبة الرسم بالخط العربي بطريقة تميزها عن غيرها لتجمع بين موهبة طورتها وبين تخصص الطب البشري الذي فتح لها المجال للإبداع في إتقان رسم أعضاء الجسم ومن ثم تخطيط آيات قرآنية داخلها بطريقة فنية ملفتة نفس البشرية دائما عندها رغبة في أنه يكون فيه شيء جانبي غير الروتين التعليمي اللي عندنا فأنا لقيت نفسي في الخط العربي بلشت أتدرب عليه بشكل تدريجي وكان يلفتني الخط المكتوب في القرآن الكريم بشكل كبير أتدرب شوي أقلد شوي أروح أحاول على شوي الدورات بس ما أخذتش كتير دورات تديق الوقت وهيك شوي شوي صرت أتعلم بعد فترة اتعرفت على فن اسمه كاليجرافي كاليجرافي هو فن الرسم بالكلمات فبيكون الفكرة في توصيل الفكرة للمشاهد بطريقتين الرسم والكتابة وهذا سيكون طبعا بالنسبة للمشاهد أوضح فهي صارت بالنسبة إلي هي كل لوحاتي كل لوحة هنا تعكس شخصية ريناد وتحمل رسالتها وهي الطبيبة وحافظة القرآن الكريم التي تؤمن أن للخط والكلمة دورا في ترجمة ما يدور في النفس هذه إحدى اللوحات كنموذج أفهم كل فكرة أو أقرأ لكل آية الموجودة فيها أول شيء أقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا كتابا متشابها مثانيا يقشعر يقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء صدق الله معظيم هاي الآية من الآيات اللي جابت هي فكرة اللوحة الفكرة في الموضوع أنه آيات القرآن لما في الإنسان اللي بحب القرآن والمداوم على قراءة القرآن رح تصير هي جزء منه فعبرت عن جزء من الإنسان بالDNA لهو الحمض النووي تبع الإنسان فبصير الإنسان محب القرآن هو إنسان جزء لا يتجزأ منه القرآن يبدأ الطموح بإرادة وحب وشغف للإتقان وهو ما مكن ريناد من دخول عالم المعاني لتعكس ما في الروح وتلخصه بأناملها موهبتها في الخط العربي لم يبقيها بعيدا عن حبها لدراسة الطب وصوتها في تجويد القرآن الكريم لتجمع كل هذا في لوحات متعددة خطتها بيدها لفضائية النجاح نغم جاد الله الخليل